ميد راديو ميد راديو الوقت لتصاب فيه لأنه آخر مرة دار فيه الاختبار خرج الاختبار أنه سيلبي فالسيد مش مش غديدير الجرعة توفى وهناك يتطرح السؤال بخوفي صغيرتان غير بش نوضحه واش الإنسان إلا كان حامل الفيروس كورونا وهو ما عارفش واخضع الجرعة دي اللقاح واش ممكن توقع له شي حاجة سؤال مهم طبيعا لهذا الناس اللي بيدروا اللقاح سنعرفوا بأنهم مقصوش يكون عنده اتفاع دي الضرزة دي الحرارة مقصوش يكون عنده اعلام في المفاصيل ما يكونش عنده علامات دي الكوويد ما يكونش عنده فقدار حصة الشم أو للدوق ما يكونش عنده هناك إسار وهناك مسألة هذه النسل يدروا الحقن لدية الكوويد لنوتصولوا الناس من يجعوا عندهم واش عندهم مثلا هاد العلامات هذه اللي ما عندوش هاد العلامات هذه يدر specialty لتحقنة طبعا ولكن آآ هاد السيدة دا هاد كلمتي اللي أخدل حقنة والتوفا initially كان هناك علاقة ما بين الحقنة وما بين كوفيد يعني أدلة غير واضحة غير واضحة لأنهم ممكنش ندروا بأن الحكمة هي اللي دات الوفاة للتسلالة ونجزموا بالمسألة هذه لأن هناك أيضا بعض من الشكل وعدم يقين في هذه المسألة ولكن المسألة اللي علمية وأنهم ليس يكون إنسان عنده ريروس في الجسم جاله ككل سواء بأخص كوفيد مكسوش يأخذ حقنا طبعا لأنهم بحال مثلا الناس اللي عندهم زكام يكون عنده زكام ويكون عنده تفاعد الدرس ويكون عندهم زكام عادي لتنخذه عام تسعود ويكون عندهم احتفاعد الدرس هذا الناس ككل من يريد أن يأخذ لما تم نحقنا زرعة دي الكوفيد في أفرص بأنه عنده يعني طبعا طبعا عادية لا يوجد فقدان حساسية لا يوجد فقدان الدرس لا يوجد إسهال لا يوجد علامات لا يوجد استعلام لا يوجد ضيق التنفس هذه المسألة الأطباء المتواجدين في المراكز يقومون بهذا التوقيح يعني تسولون نفق المدل اللي قحة هذه العلامات هات يقومون بتوقيح ديهم وذي مسألة بسبب المغرب مسألة زيد إيجابية لأن هناك تواجد دي الأطباء ودي الممرضين وممرضات اللي تنحيهم لأنهم تقوموا واحد عمل جبار وعمل يعني الإنسان يعني هاو أخذ الموعد يعني بالطرق اللي هي متاحة إما ذاك الرسالة النصية إما تدخل المنصة اللي هي خاصة أو لا يعني تيكل مقدم مثلا هو اللي يمكن في واحد الحومة وعارف الناس مثلا كيتم البرمجة ديهم تيمشي الإنسان تيلقى الاسم دياله رح كاين فاللي بغا كيأكد عليه البروفيسور عيشان هذا الصباح على أنه ولو يكون الموعد ديالك اللي هو خاص بالجرعة لكن تزامن مع أنه تصابيتي بحالة ديال زوكام أو لضربك البرد أو لسيلان ديال الأنف أو لطلعت لك السخانة رح ممكن كتعلم فقط الجهة اللي هي وصية وما كتمشيش للموعد ديالك بطبيعة الحال حتى كتتم إعادة يعني كتتعطيك موعد آخر من بعد ما كتشافة وكتكون الأمور مزيانة في حالة ظهور هاد الأعراض اللي يتكلم عليها بغا في السرعيشان فالإنسان راه ما تيمشيش يدير الجرعة ديال اللقاح حتى كتدود يعني ديك الأعراض كاملة وما كتبقاش نهائيا عاد الإنسان كيف ما قلنا راه كيتعطاه موعد لاحقا